سلام يا بونا في سؤال عن الآية اللي بتقول لا يقدر أحد أن يخدم سيدين لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر لا تقدرونا أن تخدمه الله والمال إزاي أعرف أميز أن كنت بخدم ربنا ولا المال عندي إحساس أن بخدم المال مش ربنا وخاصة أن بشتغل في شغل ساعاته مرنة بمعنى أن بشتغل شغلي بأمانة من غير تأثير وعشان كده ساعات بحس أن باخد شغل أكتر هل الشغل بيهدد أبديته وهل ربنا عايزني أسيب الشغل لأني بفكر في الآية دي ووقتي قليل للصلاة وقانون الروح المتواضع بينما الشغل بياخد معظم ساعات يومي بحس أن كده في خطر هل أنا مش بحب ربنا كفاية وهل في إمكانين أن أعرف أوازم باللتنين حكاية أنك يعني بص أنت بتمشي بأكستريم قوي بتقول أنا بحب المال وبفضله على خدمة وقت وربنا بتقول هل ربنا عاوزنا نسيب الشغل وتفرغ له هو يديه يديه يعني حتى الكلام كده فيه تطرف التطرف مش مريح الحكمة هو طريق وسطه بين طريقين طيب نعمل إيه اعمل جدول ليومك وقول إذا كنت أنا أعبد الله والله هو سيدي يبقى وقته نمر واحد أعدته نمر واحد خدمته نمر واحد وهشتغل لأن قانون الحياة أنك أنت لازم تشتغل علشان تاكل من تعبك أوكي يبقى إحنا بنقسم وقتنا مع ربنا وبالعمل بدليل أن كل الخدام اللي معانا ما هم هم مندسين ودكاترا وبيلاقوا وقت للخدمة وبيلاقوا وقت يجوا للمدرس الأحد وفي الوقت نفسه يشوفوا شغلهم ومتجاوزين وعندهم أولاد فبلاش التطرف لكن أنت إفحص قلبك إلى أي مدى بتفرح بالفلوس لما بتيجي وأي مرة بتتغم لما الفلوس ضيع منك وهل بتغم لما الفلوس ضيع مني زي ما قانون الروحي بتغم لما يضيع مني في يوم ولا ما بتغمش خالص لما قانون ريح يضيع مني دي شوية مؤشرات هتبين إن إحنا كلنا بنتحارب بتأثير المادة علينا فأرجوك كل ما هتنمو في محبة ربنا انت هتتحرر من محبة المال بالتدريج لكن مش مرة واحدة مش تقول هسيب الشغل واتفرغ لربنا لا ده كلام يعني مفهوش حكمة كفاية اعمل ده وده بس يا حبيبي يعني الأول تطلع وقت ربنا وقعد مع ربنا وخدمة ربنا واشتغل شغلة